لكن عايزين نستهلها بجولة إخبارية نطمئنكم فيها على النادي الآلي فرية الآلي بكرة إن شاء الله الساعة 5 هتتجمع النهاردة كابتن سامي ومسان كان قدى الفريق راحة بعد مباراة غزل المحل هل يكسبها 2 واحد في الدوري الفريق بكرة الساعة 5 بيستان في تدريباته الدكتور أسامة مصطفى القائم بأعمال مدير الجهاز أو رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول وهو مدير قطاع الناشئين الطبي نظرا لسفر الدكتور أحمد أبو عبلا للنمسا مرافقا لأكرم توفيق البكرة هيتعمل مراجعة طبية على اللعبة اللي ممكن ترجع يمكن ألو ديانج عنده فرصة يرجع كمان محمد عبد منعن عنده فرصة يرجع علي معلول هيكون تحت الفحص الطبي وحمد فاتحي علشان يتشاف موقفهم من مباراة الحد مع بيرامز إن شاء الله غيابات كتيرة بشمانز غيابات كتيرة ويضاف إليها دائما في كل مباراة طهر وطهر قضي اللي كان في أعلى معدلاته في المتشاط اللي فاتت أيضا حرمت منه أرجو إن احنا على الأقل نسترد محمد عبد منعن وديانج لأن حيسده صغرات في حتة فيها نواقص كثيرة يعني طيب الخبير النمساوي تينك وده بقى الخبر السار بيؤكد للدكتور أحمد أبو عبلا اقتراب أكرم توفيق من العودة للتدريبات الجماعية أكرم عامل المشوار التأهيلي هايل جداً اختصر كتير من الوقت عنده روح عالية روحه في الأداء في الملعب بسم الله ما شاء الله هي نفسه روحه في التعامل الطبي مع الإصابة ومع التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي فالدكتور فينك اللي أجرى الجراحة الخبير النمساوي أكد للدكتور أبو عبلا أنه أكرم عنده فرصة قريبة جداً للعودة للتدريبات الجماعية وأشاد بالبرنامج التأهيل اللي خاص به واللي نفزه في القاهرة وأيضاً في أحد المراكز الطبية المتخصصة في قطر الدكتور أبو عبلا أهدى درع وقميص النادي الأهلي للخبير الفرنسي فيكتور فينك وأكد له على تقدير النادي الأهلي لجهوده الطبية دي الصور يمكن الدكتور أحمد أبو عبلا وهو بيهدي الدكتور البروفيسير فينك درع النادي الأهلي وشعاره بيرافق الدكتور أحمد أبو عبلا أيضاً الدكتور محمد وفايا خصائل العلاج التأهيلي الاتنين زاروا نادي بارن ميونيخ قبل ما يسافروا على النمسا للإطلاع برضو على البرنامج الطبي والتأهيلي الخاص بباير نميونيخ لين استفادة منه؟ مهم جداً 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 تطوير الجهاز الطبي والتأهيلي جداً جداً كذلك استكمال أجهزة الاستشفاء بأحدث الأجهزة العالمية يعني الأهلي بصدد أنه يستكمل مركز عالمي يعني عمال يضيف خبرات وعمال يضيف أجهزة علشان ما يضطرش بقدر إمكاني يسافر إلى الخارج لأن حجم الإصابات التي يتعرض لها نادي الأهلي يعني ما فيش حد على مستوى العالم بالمنظر ده وده نتيجة طبعاً تلاحق المواسم والإجهاد الذي يلاحق إحنا النهاردة بنشوف كل الأندية بتقول لك بتشكم الأجهات يعني النهاردة زمالك ابتدت الإصابات تلاحقه فابتدى أشعر بأن في تلاحق المواسم أدى إلى أجهات الإصابات تلاحق في أندية كثيرة أعتقد أنا الأوان يكون في وقفة بقى لعمل موسم استثنائي الموسم اللي جاي نختصر به الأسابيع ونماهد لعودة الحياة الطبيعية إلى الكرة المصرية